يعني قريت كده دراسة غريبة جدا لجمع اتيافة الاسرائيلية بتقولك انه في يعني 60% من مجتمع الاسرائيلي مصاب بالتوتر والاكتئاب بعد الحارب يعني معلش انا اسوس ما عنديش تعاطف يعني مش قادرة يعني مكتعبين فيه ناس بتموت يعني وبعدين بيقولك ايه بقى في القصة انه هو فيه 90% ارتفاع في الطلب على الوصفات المساعدة للتخلص من القرق والقلق ومحاولة النوم ليه لانه يا 41% اراد ما بعد الصدمة 41% من الاسر حد من الوالدين موجود في الاحتياطي انتوا عارفين انه مجتمع الاسرائيلي كله في الجيش الاحتياطي يمكن انه هو يستدعو في اي وقت 30% حد من الوالد او الوالدة في الحارب يعني مستوات اكتئابها مختلفة انا الحقيقة يعني انا اسفة ما عنديش تعاطف لان انا عندي اطفال بيشوفوا اهلهم بيموتوا اهالي بيشوفوا اطفالهم بتموت ام بتشوف ولادها بتموت اطفال يعني لسه فيه طفلة ماتت داخل مستشفى بعد ما انقذت يعني فيه مقاسي رهيبة جدا فموضوع الاكتئاب ده مش مؤثر علي